في المغرب دائما حيث وبعد إقرار تصفية صندوق معاش أعضاء العرفة الثانية في البرلمان المغربي لم يتوقف الجدل بشأن الصيغة القانونية للتصفية ومصير مساهمة الدولة في هذا الصندوق وقرر مجلس المستشارين إرجاء المناقشة والتصويت وإعادة مقترح تصفية وإلغاء المعاشات إلى لجنة المالية وتغطيط وتنمية الاقتصادية بالعرفة الثانية من أجل تعميق النقاش حوله جدل حاد داخل أروقة البرلمان المغربي يعيد اللغط من جديد حول الآلية القانونية لتصفية صندوق معاش أعضاء الغرفة الثانية داخل هذه المؤسسة التشريعية الأمر يتعلق بمساهمة الدولة في الصندوق هل يحق توزيعها بين المستشارين أم إعادتها إلى خزينة الدولة ما كان ليشاع خبر ما وصف بالفضيحة السياسية والأخلاقية في البرلمان المغربي لو لا اعتراض أحد أحزاب المعارضة على تمرير مشروع قانون يقضي بتصفية رصيد الصندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين باسترجاع مساهماتهم في الصندوق إضافة لمساهمات الدولة التي تبلغ قيمتها حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ما أثر الجدل في مجلس المستشارين هو أنه تم الاتفاق على صيغة من أجل استرداد بالإضافة إلى الشراكات أستاذ المستشارين النواب الجزء المتعلق بمساهمات الدولة والتي اعتمرناها في الغرفة الأولى خطا أحمر العديد من أعضاء الغرفة الثانية البالغ عددهم 120 مستشارا استنكروا تلاجع حزب الأصالة والمعاصرة عن مصادقة على مشروع قرار إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مسجد المستشارين داخل لجنة المالية وكما تم استنساخه عن الغرفة الأولى وحديثه عن تبديد المال العام برأيهم مجرد مزايدات سياسية ليس إلا عندما فعلنا نفس الشيء أصبحنا المال العام وأصبحنا في عدة تأويلات سياسوية انتخابوية لإنهاء الخلاف أوصى بعض البرلمانيين بإحالة مساهمة الدولة إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا أو صندوق دعم التماسك الاجتماعي لكن بعض منظمات حماية المال العام ترى عكس ذلك البرلمانيين يجب عليهم أن يستفيدوا فقط من اقتطاعتهم هذا هو الجانب القانوني تصفية صندوق معاش أعضاء المستشارين وقضايا مالية أخرى تتعلق بالتعويضات والامتيازات الممنوحة لنواب الأمة قد تفقد المواطن المغربي حسب العديد من المراقبين الثقة في الأحزاب السياسية وقد تؤثر على مشاركته في الانتخابات المقبلة عبد الحيل بقل الحرة الرباط ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الرباط حفيظ الزهري كاتب ومحلل سياسي سيد حفيظ أهلا مرحبا بك بداية وتوضيحا للمشاهد هل السبب في تصفية نظام المعاشات يعود إلى إفلاسه أم بسبب ربما عدم أحقية الأعضاء الاستفادة من المال العام بعد انتهاء خدمتهم الجدال كان منذ ثلاث سنوات يعني هناك ضغط جماهري ضغط شعبي لاعتبار هذه التعويضات رع سياسي وكذلك هناك شق ثاني وهو إصابة الصندوق التعويضات على المعاشات في مجلس النوب يعني الغرفة الأولى بالإفلاس التام وبالتالي عدم اقتراح الحكومة لأي حل لإعادة اشتغال هذا الصندوق لأن هناك ضغطات شعبية كبيرة منذ ثلاث سنوات أفضت إلى وجود مقترحين على مستوى مجلس النواب من قبل فريق أغلبي وهو حزب العدلة والتنمية وكذلك مقترح آخر من أحد المجموعات النيابية وهي فدرالية اليسار بالنسبة للغرفة الثانية فصندوقها عكس الغرفة الأولى لم يصب بالإفلاس مما جعل هناك اختلاف كبير على مستوى كيفية تصفية صندوق معاشات المجلسة وللتوضيح أكثر سيد حفيد اعتراض البعض منهم هل يعود ربما لرأيهم المخالف لتوزيع الأموال مثل ما كان لرأي العربية المحرشي الذي اقترح نقل المال لصندوق تدبير كورونا أم ربما لأسباب أخرى بالنسبة للمقترحات كما جرى في مجلس النواب سوف يتم استرداد فقط مساهمات النواب في الصندوق أما مساهمات الدولة فقد اعتبرها خط أحمر لا يمكن المساس بها نظرا للضرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب جراء وباء كورونا أما فيما يخص مجلس المستشارين وكما قلت سابقا ونظرا لأن الصندوق لم يصب بالإفلاس فهناك إذن فائض مالي في الصندوق وهذا ما أثار الجدل والاختلاف حتى ما بين الفرق مجلس المستشارين فذهبت أغلبية الفرق إلى تصفية هذا الصندوق وكذلك توزيع ما تبقى في الصندوق على البرلمانيين إلا أن خروج فارق من المعارضة عن الإجماع جعل هذه القضية تنفجر أمام الرأي العام الوطني الذي ضغط بشكل كبير وأعاد مشروع تصفية هذا القانون إلى الدراسة من جديد إلى لجنة المالية بالتالي يمكن أن نقول أن الخلاف ما بين الأغلبية والمعارضة يرتكز حول طريقة تصفية هذا الصندوق خصوصا على مستوى الغرفة الثانية لأن ترى المعارضة بأن النواب سيستفيدون من شيء لحق لهم في ظل هذه الضرفة الاقتصادية وبالتالي هناك مجموعة من المقترحات هناك من يقترح أن تعود إلى ميزانية الدولة وهناك من يقترح أن تذهب هذه المساهمات الدولة أو الفائض إلى صندوق الخاص بكورونا طيب أمام كل هذا الجدل يعني ربما كذلك يمكن تساؤل عن لماذا لم يكن هناك ربما قدرة على سياغة نظام تقاعد سليم وقادر على ربما الاستمرار أسوة ببعض الدول كما تفعل ربما ليس هذا هو مربط الفرص وإنما لأن أغلبية البرلمانيين لديهم تقاعد من الدولة وربما تقاعد على منظمات الاحتياط الاجتماعي كذلك لأن أغلبيتهم موظفين وكذلك يمتلكون مشاريع كبرى اقتصادية وبالتالي فتقاعدهم فهو مضمون أما فيما يخص تقاعد عن مهمة سياسية هناك من يعتبرها بمثابة ريع سياسي لأنها تعتبر مهمة تمثيلية للشعب وليست وظيفة عمومية طيب كل هذا الجدل ألا يفقد الثقة ثقة المواطن بأحزابه السياسية المباشرة ألا يفقد الثقة ربما في انتخابات ستجرى في سنوات مقبلة أقول أعتقد وحسب تتبعي لأحداث وتطورات هذا الملف يلاحظ على مستوى المواقع الاجتماعية أن هناك رفض تام لأي استمرار في منح ما يسمونه بالرع السياسي لهؤلاء النواب والنقاش الآن الأخير الذي ضار على مستوى خصوصا الغرفة الثانية أثار جدالا كذلك ووجهت جموعة من النشطة اتهامات لبعض الأحزاب السياسية التي كانت تريد أن تمرر هذه التصفية في صمت تام وخارج التغطية الإعلامية وخارج الرأي العام الوطني وبالتالي يمكن القول أن هناك هناك روع من العتاب واللوم لهذه الأحزاب السياسية قد يترجم على أرضية الواقع في الانتخابات المقبلة مما قد يقلص من قاعدتها الجماهيرية مستقبلا شكرا جزيلا لك سيد حفيظ زهري كاتب ومحلل سياسي حدثنا مباشرة من الرباط شكرا لك شكرا لك